مرحبا حبايا بقلبي كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير أطياب وصفة كيك إهداء لأحلى متابعين بالعالم بطريقة كتير سهلة ومكونات كتير بسيطة وتفضلوا معي على طريقة التحطير في عندي هون هذا السبري تبع الزيت بس بدي بخ هذا الآلب بالزيت وفي عندي هون جوز الهند بدي حط هيك على الآلب شوية جوز الهند طبعا فيكن تستخدموا طحين أو فيكن تستخدموا كعك بس جوز الهند بيعطي طعمي كتير طيبة للكيك يعني أول شي بخيته بالزيت وبعدين حطيت له جوز الهند في عندي هون أربعة بيض بدرجة حرارة الغرفة حجم البيض متوسط وفي عندي هون هذا الكوب المعياري تبع السكر هذا بيطلع مئة ميلي أخدت كوبين يعني مئتين ميلي سكر هلا بدي حركن مع بعض بهذا الشكل وبعدين بدي حطهم بالعجانة وبدي حرك البيض مع السكر لمدة تعريبا بين 10-12 دقيقة لحتى يصير لون الخليط أبيض وشوفوا كيف بيصير عندي الخليط بهذا الشكل لازم يطلع معكم هيك الخليط في عندي هون 100 جرام زبدة أنا دوبتها بالمكرويف وفي عندي نفس هذا الكوب المعياري 100 ميلي بدي أخد 100 ميلي حليب وبدي 100 ميلي زيت نباتي طبعا نحطهم فوق الزبدة اللي هي 100 جرام وهلا هدول بدي حطهم فوق الخليط وبدي أشتغل بهذا المضرب بهي الطريقة بدي أحركن شايفين كيف في عندي هون نصف بردقانة كمان عصرتها وبدي حطها فوق الخليط البردقان بيعطي طعمي كتير طيبة وهون عندي معلقة كبيرة فانيليا وفي عندي معلقة كبيرة بيكن بودر وفي عندي معلقة كبيرة نشا تكون معلقة هيك معباية عم حطهم بالمنخل في عندي هادا نوعية لطحين بنفس كوب المعياري هلأ هادا أول كوب طحين وهذا الكوب الثاني طبعا عم حطهم بالمنخل هاي الوصفة بتاخد معي ثلاثة أكواب طحين بس أنا أول شي حطيت كوبين بدي نخل وحرك شايفين كيف بنخل وبحرك هلأ برجع كمان بنزل يعني دايما المواد الجافة لازم ننخلها شان ناخد أحسن نتيجة ممكنة ومتل ما كون شايفين أنا هوني ما عم اشتغل بالمضرب الكهربائي عم اشتغل بهذا المضرب اليدوي بحرك كيك على مهل من تحت لفوق بحيث انه ما يكون عندي أبدا أي تكتولات هاي النقطة كتير مهمة هلأ هوني بدي حط الكوب الثالث يعني عندي ثلاثة أكواب طحين لهي الوصفة وهيك صار عندي الخليط جاهز هلأ الخليط بدي فضيه فوق هذا الآلب والفرن عندي مهمة مسبقا على درجة حرارة 170 أول شي بخليه من تحت لمدة 30 دقيقة وبعدين بشغل الفرن من فوق من تحت كمان 10-12 دقيقة يعني المجموع كلهاته 42 دقيقة 30 دقيقة من تحت 12 دقيقة من فوق تحت وريده ألف صح وأنا على ألبكم ترجمة نانسي قنقر